تتهيأ حكومة العزم والأمل للذهاب إلى مجلس النواب سعياً للحصول على ثقته بعد عرض ومناقشة بيانها الوزري أمام هيئته العامة في هذا الإطار وكما كانت عملية صياغة البيان وإقراره سريعة وسلسة جاءت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بردي إلى جلسة عامة صباحية ومسائية لمناقشة البيان الوزري والتصويت على الثقة الاثنين المقبل من التشريع إلى التدقيق حيث وقع اليوم وزير المالية يوسف الخليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفارس أند مرسال ممثلاً الحكومة اللبنانية بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد وستقدم الشركة التقرير المبدئي للخليل خلال مهلة 12 أسبوعاً من تأريخ مباشرة فريق عمل الشركة في الشأن المالي تبلغ وزير المالية من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي قد حولت إلى حساب الوزارة لدى المصرف فيما كان الصندوق يؤكد على لسان المتحدث باسمه الاستعداد للانخراط في محادثات مع الحكومة اللبنانية الجديدة في المرحلة المقبلة والتأهب للتعاون معه على صعيد المحروقات أصدرت وزارة الطاقة جدول تركيب أسعار البنزين الذي رفع سعر الصفيحة إلى 180 ألفاً ولم يخفض حجم الطوابير أمام المحطات التي شهد بعضها زحمة غير مسبوقة في عز الأزمة في حديث الكهرباء تأكيد من الرئيس نجيب ميقاتي بأن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي وتحسين وضع التغذية على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبعي والطاقة المتجددة واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص